بداية ما هي ردود الفعل في البنتاجون على تقارير الهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية أولا دعني أقول بأن البنتاجون وعلى لسان المتحدث باسمه الميجر أدريان جالووي قال للحرة قبل قليل بأن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع عن كثب وعن قرب هذه التقارير التي تتحدث عن استخدام قوات النظام السوري بشكل وحشي كما قال أسلحة كيموية استهدفت مدنيين في الغوطة الشرقية جالووي أكد أن تقصي المعلومات والتحري عن هذا الموضوع والقيام بالتحقيقات اللاذمة حيال ما إذا استخدم فعلا النظام السوري هذا النوع من السلاح وتحديدا سلاح غاز السرين فإن على ذلك سيترتب نتائج سلبية جدا مشيرا إلى أن معاقبة النظام السوري عسكريا قد تكون ممكنة وقرارها هو بيد الرئيس الأمريكي على غرار ما حصل عندما قررت وزارة الدفاع الأمريكية بناء على طلب الرئيس الأمريكي قصف القاعدة الجوية قاعدة الشعيرات قبل نحو سنة من الآن إذن هناك معطيات ملموسة لدى البنتاجون حيال احتمالات ربما قد تكون أكيدة بأن النظام السوري استخدم غاز السرين ولذلك فأن المعلومات التي حصلت عليها الحرة تؤكد بأن النظام السوري سيحاسب على أفعاله وطبعا ستكون المحاسبة عسكريا جو البنتاجون عترف يوم أمس بانتقال المقاتلين من قوات سوريا ديمقراطية إلى عفرين ما هي المعلومات المتوفرة لدى البنتاجون حيال طريقة انتقال هؤلاء وتدعيات هذا الانتقال على الحرب على تنظيم داعش أولا البنتاجون اعترف بأن لأول مرة اعترف بأن مئات المقاتلين الذين ينضمون إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية غادروا مناطق عدة في منطقة شرق سوريا وتحديدا شرق نهر الفرات وهم كانوا ينتشرون في منطقة دير الزور وغالبيتهم في مدينة الرقة البنتاجون وعلى لسان روبرت مانينغ قال للصحفيين بأنه فعلا تمكن مئات المقاتلين من صفوف قصد من مغادرة هذه المناطق والانتقال إلى داخل مدينة عفرين لمواجهة العمليات التركية التي أيضا تستهدف مدنيين أكراد كما قالت معلومات في البنتاجون أيضا المعلومات تحدثت بأن هؤلاء المقاتلين الأكراد تمكنوا من الدخول إلى منطقة عفرين مستخدمين أراضي يسيطر عليها النظام السوري وهنا دعني أشير بأن أيضا هناك معلومات تؤكد بأنه في الآوينة الأخيرة كان هناك نوع من الاتصالات بين قيادة قوات قصد والنظام السوري ربما لتسهيل انتقالهم إلى منطقة عفرين نتيجة ما حصل كان ترتبت عليه أمور سلبية بحسب البنتاجون فأن عمليات دول التحالف ضد تنظيم داعش وتحديدا في شرق سوريا جرى تحجيمها إلى حد ما وأيضا ربما جرى توقيفها أو تعليقها في بعض الأماكن بسبب هذا الكم الكبير من المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عنصرا حيويا في قوات قصد والذين غادروا جبهة القتال ضد داعش وانضموا إلى جبهة قتال جديدة هي ضد تركيا